وللوقوف على آخر تفاصيل العملية الانتخابية ينضم إلينا من تونس عموما مراسلة الغد نجلاء بوخريس من العاصمة ومن مدينة إريانا ياسر دبابش أبدأ معك نجلاء وكيف يبدو الوضع عندك في اللجان في العاصمة من حيث نسبة الإقبال وفي حال وجود أي مخالفات نعم أقل من ساعتين تفصل على غلق مراكز والجان الاقتراع هنا في تونس وفي أغلب الدوائر الانتخابية نتحدث عن 131 دائرة انتخابية موزعة على 24 محافظة إذن 7.73% هي نسبة الإقبال إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر وهي نسبة ضعيفة في الحقيقة بحسب حتى تقييمات هيئة الانتخابات أو أيضا الملاحظين والمتابعين للشأن الانتخابي نتحدث عن أقل من مليون ناخب من ضمن 7 ملايين ناخب مسجلين ويحق لهم الاقتراع والإدلاء بأصواتهم هيئة الانتخابات قالت إن هناك حالة من العزوف خاصة لدى فئة الشباب فرقب عسكر في آخر مؤتمر صحفي دعا الشباب إلى النزول بكثافة فيما تبقى من ساعات النهار للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في مجلس نواب الشعب قال إن نسبة 7.73% هي أغلبها تعود لكبار السن وكذلك لفئة السيدات منذ تقريبا ساعات الصباح الأولى هذه الفئات هي التي توجهت أكثر إلى صناديق الاقتراع هناك في الحقيقة حالة من العزوف والتراجع على التصويت من فئة الشباب ربما لأن اليوم هو يوم إجازة هو يوم أحد ثم يعني ربما عوامل الطقس كذلك برودة الطقس تمنع ربما الشباب عن التواجد في مراكز الاقتراع لكن تبقى أقل تقريبا من ساعتين ربما تتغير المعادلة وعلى الأقل ترتفع هذه النسبة نذكر أن نسبة الإقبال العامة في الدورة الأولى من الانتخابات كانت 11% يعني أكثر من مليون ناخب تونسي هذه المرة تعول هيئة الانتخابات على الإقبال على صناديق الاقتراع أيضا وقع الحديث عن مجموعة من الإخلالات التي وقع رصدها أمام وداخل لجان الاقتراع من بينها منع عدد من الملاحظين من أخذ معطيات عن النسب عن الإقبال عن صنف ربما الناخبين إن كانوا نساء أو رجال أو الأعمار وما إلى ذلك ثم هناك من تحدث عن بعض المصادر الأمنية طبعا عن وجود بعض الأشخاص الذين حاولوا توزيع بعض الأموال أمام لجان الاقتراع من أجل يعني شراء أصوات وذمام الناخبين وحثهم على اختيار اسم على حساب آخر كل هذه الإخلالات قالت عنها هيئة الانتخابات إنها ستأخذها بعين الاعتبار سيقع طبعا الحديث عن هذه الإخلالات في مؤتمر صحفي خاص بعد الإعلان عن النتائج المتوقع ليوم الأربعاء يعني بعد ثلاثة أيام من الاقتراع أقول فقط يعني بعض المعلومات أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي عقب غلق صندوق الاقتراع تقريبا بعد ساعة ونصف من غلق صندوق الاقتراع نتحدث عن السابعة ونصف من مساء هذا اليوم نعم نتمر صحفي أخير هنا في المركز الأعلامي لتقديم النسبة الأخيرة للأقبال بعد غلق صندوق الاقتراع والحديث عن بداية عمليات الفرز جهويا وعلى المستوى الوطني نجلاء موقف القوى السياسية المختلفة من هذه الانتخابات لا سيما القوى التي دعت إلى مقاطعتها وإلى أي مدى تعتبر أن هذا الضعف في الإقبال انتصارا لها ومن جهة أخرى ماذا أيضا عن المراقبين المؤسسات المستقلة التي تراقب الانتخابات للتأكد من جديتها ونزاهتها سواء كانت مؤسسات محلية أو دولية نعم الأحزاب المعارضة تعتبر أن غيابها ومقطعتها لهذه الانتخابات هو الذي أفشل نوعا ما يعني إقبال تونسيين على صندوق الاقتراع هذا الموقف في الحقيقة تكتفي به فقط أحزاب المعارضة على مستوى الشارع والمواطن حينما يسأل لماذا لم ينتخب مثلا في الدورة الأولى يقول إنه فقد ثقته كليا في مؤسسات الدولة ومؤسسات الحكم قال إنه يعني هناك أزمة اقتصادية غياب مواد غذائية ضرورية من السوق كالحليب مثلا وغلاء أسعار يعني عديد المواد أيضا موازنة العام والأخبار المروجة على نية الحكومة رفع الدعم كل هذه العوامل اليوم تجعل المواطن ربما لا يقبل على هناك يعني حالة من اليأس يعني أقول لا يقبل على صندوق الاقتراع لكن حينما نتحدث عن الموقف الرسمي مثلا الرئيس التونسي يقول إن تراجع الإقبال في الدورة الأولى مرده غياب المال السياسي الفاسد قال إن هذه الأحزاب التي تتشدق بنسب مرتفعة في المحطات الانتخابية الماضية كانت تستعمل مال مشبوه وكانت توزع الأموال لكن هذه الانتخابات تجيرها أياد نظيفة لم تتلاعب بالانتخابات ولا لم تحث التونسيين باستعمال الأموال على الانتخاب وبالتالي هذه الانتخابات نظيفة حتى وإن كانت نسبة الإقبال عليها ضعيفة عموما كما قلت في نهاية هذا اليوم سيكون هناك إعلان رسمي عن نسبة الإقبال العامة ولنرى حينها هل ستكون أكثر من الدورة الأولى أم متساوية أو أقل منها ابقي معنا نجلاء وإذا كان هذا هو الوضع في تونس العاصمة فماذا عن مدينة إريانا ياسر دبابش إليك يعني المايكروفون وتفضل بإعطائنا التفاصيل منذ صباح وحتى هذه اللحظة مساء الخير حسن حقيقة أنا أتواجد في منطقة لمنيهلة تابعة لمحافظة أريانا الصورة لا تختلف كثيرا عن العاصمة تونس وحتى ربما باقي المحافظات التونسية هناك شبه عزوف كبير حول التوجه لمراكز الاقتراع من كافة الفئات العمرية ولسيما فئة الشباب التي غابت عن المشهد منذ ساعات الصباح الأولى وحتى هذه اللحظة نحن دخلنا في الساعة الثامنة لربما بعد فتح أبواب مراكز الاقتراع وفي كافة أرجاء البلاد هناك حضور متفاوت لفئتي السيدات وكبار السن فقط أنا أتواجد في منطقة لمنيهلة وهي تعتبر مسقط الرئيس التونسي قيسي سعيد التي ربما صلى وجل فيها عدة مرات اسمح لي أن أضعك في الصورة أكثر عن قرب والمشاهدين هنا في الصورة عناصر من جهاز الحرس الوطني التونسي يعملون على تأمين مركز الاقتراع في المدرسة الابتدائية بلمنيهلة بمحافظة أريانا وطبعا في الجانب المقابل عناصر من قوات الجيش الوطني التونسي يعملون منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة جنبا إلى جنب وذلك لتفادي وقوع أي من المشاكل أو الخلافات خصوصا وأن هناك أنباء ومصادر محلية وشهود تحدثوا إلينا منذ قليل حسن حقيقة عن وجود بعض المناوشات الطفيفة بين عدد من أنصار المترشحين في محافظة سوسا بالساحل الشرقي التونسي ولكن وفقا لذات المصادر لم تسجل أي من الإصابات نتيجة هذه المناوشات التي سرعان ما سيطرت عليها القوى الأمنية هناك في المحافظة في تطور آخر أيضا بمحافظة قفصة أجهزة الأمنة التونسية ألقت القبض على شخص بصدد توزيع الأموال على الناخبين هناك في المحافظة وربما هو الحدث الأبرز والإشكالية الأبرز التي ظهرت جليا اليوم خلال هذا العرس الانتخابي دعنا نقول أو العملية الانتخابية للاستحقاق التشريعي في الدور الثاني الأمور تسير بشكل جيد وعلى ما يرام والأجواء طيبة لربما وهناك وجود مراقبين من الأحزاب السياسية من الشخصيات المترشحة عن المستقلين أقصد وكذلك لاحظنا وجود مراقبين دوليين جاءوا لعدة مراكز في محافظة أريانا للاطلاع على سير وعملية وشفافية ونزاهة هذه الانتخابات التشريعية في محطتها الأخيرة حقيقة بأن الزخم مفقود ربما لعامل كبير وهو تقلص عدد المترشحين نحن نتحدث في الدورة الأولى عن زهاء ألف مترشح ولكن الآن نتحدث عن تقريبا 262 مترشحا وهذا أدى إلى تراجع الزخم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية فضلا عن ذلك فإن هناك عديد المناطق التي لم يجرى بها الدور الثاني من الانتخابات بعد فوز 23 مترشحا في الدور الأول ونحن نتحدث الآن عن 131 دائرة انتخابية في كافة أرجاء البلاد بالتأكيد حسن نحن نرصد الصورة لكم من داخل ومن أمام مراكز الاقتراع المختلفة هنا في أريانا وسنضعكم بكل التفاصيل أولا بأول حالة وريدها إلينا بالتأكيد يا حسن سنتابع معك بالتأكيد ياسر شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسل الغد كنت معنا من مدينة أريانا وشكرا موصول إلى نجلاء بوخريس مراسلة الغد كنت معنا من تونس العاصمة ترجمة نانسي قنقر